اصباح الخير عليكم انشاء الله كامل تكونوا ملاح وصحتكم لا بس مرحبا بكم معايا في فيديو وفي وصفة جديدة على بالي كامل رانحويلين معها تسخانة وشنطيبو دفوا ما تجيناش كامل يدي على اليوم جيتكم بهاد الفكرة السهلة حنديرو انشاء الله كيف كيف صالاته صيفية بامتياز حنديرو صالاته 3 تليتلي بطريقة تحضير جيد سهلة توجدوها في 5 دقايق ما امتانيك بالنسبة للمكونات جيد بسيطة ما تكلفش والاحل نشاركها معاكم ونزيد نبرتاجي معاكم تانيك لا سوستة لا فينيغرات نديروها على طريقة المحلات تجي بزاف بزاف بنينة سلطة منغشة غانية بالفيتامين كما قلتلكم تجي تمسح على القلب وسهلة بلا ما نطول عليكم كتار نحو نشوفو المكونات وطريقة التحضير تعالوا وصفاتنا تعاليو هنا اول حاجة نشوفووش نحتاجو كمقادير هنا عندي كمية تاتلي تلي ولا لسان الطير ولا لسان العصفور كل وحد كيفاش يسميه هذا المعروف على بالي بخسك نعرفوه كامل بينسبة الكمية كل وحدة دي الحسب الرغبة نحتاجو تانيك هنا حبيبة بصل مقطعه مرصوهات صغار حبيبة طواتيش مقطعه د دي صغار عندي هنا تانيك حبيبة تعل خيار مقطعه دي بتي دي نحتاجو كمية تان مايس عندي هنا دي بواة تاع طن الويل تان طن الزيت عندي كمية تل معدنوس كيف كيف مقصو مرقيق عندي شوية زيتون مقطع اي فيلي ونحتاجو تانيك شوية زيتون كحل للدكور هدا وش نحتاجو في هات الصلاة تقدرو تزيدو فيها اضافات كوم تانيك تقدرو تنقصو يعني حسب الرغبة وحسب الموجود وعلى تقدرو تديرو اي حاجة تحبوها كوم تقدرو تنقصو هنا يا بديت بطريقة التحضير في قدرها حطت كميات على الماء خليتو يغلي وسخن الملح ضفت عليه شوية زيت حوالي مغرفة كبيرة تعمكلة زيت ضفت عليه هنا يا تانيك مغرفة كبيرة تعمكلة تعملح نحركوهم بيان باش ينساجمو هاداك الملح يدوب ونحط هديك الكميات ديالي تعتليتلي ولا ولا نسال العصفور كيما قوتلكم ونخلوه يطيب نحسبولو عشر دقايق يكون واجد كيما كينطيبو ليبات المقارون ولا يعني التمتمر ورايح يكون واجد نخلوه يغلي ويطيب براحتو بعد ما عطابليتليتلي ديالي قطرتو صفيتو بيان من هداك الماء وحنا هنبدأ نخدم في شلاذة ديالي اول حاجة نحطو ديك الحبيبات بصل اللي قوتلكم مقسومة مرسوات صغر تقدرو تستغنو على البصل بصح اللي نحب ندير لها البصل اللي جي بنينة البصل اللي يبنن نزيدو نديرو هنا نصف الكميات تات طماطيش طماطيش تالي كيما قوتلكم قسمتها مرسوات صغر نصف الكميات الاخرى نحنخليها للديكور نخليها فلافة باش نديكوري بيها شلاذة تالي هنا نضيفو تانيك الحبيبات على الخيار كيف كيف مقطعة ديدي صغر حبيت نعطيكم ناصحة نقولكم باللي المكوينات تحكمتها لسالات توجو قطعوهم بشكل صغير باش يعطوكم منظر شباب اللي سالات ديالكم فلاحنا كيما شفتو زيطاليها لمايس نصف الكميات والكميات الاخرى توجو نخلوها لديكوراسيون نزيدو نضيفو هنا يا معدنوس مقسومة مرقيق المعدنوس هنا ياسي انديسبنصاب في هاد الاسالات ما لازم تديروه فلا نزيدو نديرو مام تانيك زيتون قطع شرائح درت انا زيتون خضر وانا اياح نديرو التان درت دو بوات تاع التان الويل تان تاع الزيت ما نصفيتوش من الزيت ديالو هادك الزيتون حي تخلط مع الافينيقرات ويزيد النافل بنا وعلا نخلطو بيان شلادات عنا باش نساجمو المكونات تقدرو تزيدو لي كورنيشون تقدرو تزيدو الباتي بالنسبة للناس اللي حبو الباتي ما نحبوش تقدرو مام تزيدو تانيك من جهة اخرى هنايا حنوجدو الفينيقرات شوفو هنايا عندي فنجل تخل هنطيها لكم بمقادير مضبوطة تقدرو مام تانيك تديرو نصف فنجل لحبيتو تديرو كمية قليلة على الفينيقرات نتعمل بقاويا حي تحضير روزيز الدخول وباقي فنجل والسل نضيد هنا فنجل صغير تزيد الزيتون وعندي فنجل هنا تزيدو نباتي تقدرو تزيدو زوج فنجل تزيدو زيتون ولا تقدرو تزوج فنجل تزيدو نباتي كل واحدها لحسب Burgut اللي حب ندير ميلانج جيني بنينة نزيدو هنا مغيرفه كبيرة تعماء لتلا مايونيز وعندي مغيرفه صغيرة تاقة واكحلا لتلا موتا الموتار ستحضر هذا الاستغناء و هنا كإضافة اختيارية تفصع الثوم غابة انا نحب الثوم الثوم لما تحبهش تقدرو تستغنائه عليها صح من الأفضل يدينوه فخانشمان جيب زيف بزيف بنانه و تكميه قليله عن الملح و شوية الفل كحل بش ما تجينيش سامطة ما تكتروش بزيف الملح بش ما تجيكمش الثوم 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 لما يجيكمش الثوم الثوم الى ايو بطاق داولا نخدمها بلو بغا ميكسر حتى نشوف الفوليوم تا حازاد والا هنا يا شوفو حطيت شلادة ديالي في البلاد دريساج ونا ننزيد عليها ديكور خفيف من الفوق ندير هادك طوماتي شو الماييس اللي قسمتهم على زوج باش يبلو جهت عشلادة باش كل مكوينة اللولانيين اللي درناهم كانوا تخلطو مع هادك تليتلي والا باش شكل تحاي جينا شباب هنا حكمت شوية مايونس درتها في امبوشا دوية جتاب حبيت نوريلكم طريقة التزين ونسي جامي تحبو تديرو هك دايا في كاش مونة سابة افرح سوكتونا في الموسم تا الافرح نعطيكم هكدا فكرة باسيطة حبيت نبارتاجي معاكم كلش والا نديرو هكا دي زيكزاك ونديرها شوية زيتونك حل بوغ كاسي لكولر ونخليش لادا ديالي يتبرد على بل بلي هاده وصفات جت سهلة تقدرو تعطوها ممتانيك لولادكم ويديروها بسا حبيت نعطيكم يوني دي سوكتو سوكتو عندي المشتركين ديالي قالو لي ديرينا هكدا تشكاتشك ديرينا دي سعلات ديرينا وانا راني هنا يا بش لبي لكم الطالبات ديالكم والا انا ما نكتبش عليكم لاغن ديرها سوفان جي بزاف بنينة خفيفة وتعصيف نشوفو حنزيد لها ديك لفينيغات من الفوق هاد لفينيغات تقدرو تديروها في ايش لادا حبيتو مميلا ديرتو سالات ديبات زع ما نقولو تعمقارون ولا ممتانيك تقدرو تديرو هاد لفينيغات تجيبنينة هايلا ما شاء الله وخفيفة شوفو هادك تلي تلي كيفش طابنا مزربع مشي معد جنو مشي مقلص كل حبا سيباغي على اختها حاجة خفيفة حاجة تعصيف كيما قلت لكم لاغرقاء على نحيرو وش نطيبو مع سخانة تهيقيل ديفو نكونو عيانين صافيك نحبو هكذا وصفات لي وجدو تمتم او ممتان تكون فيهم قيمة غدائية كيما شوتو فيها الخضراء فيها زيت زيتون فيها ممتانيك فيها النشاوية فيها كلش بخسك من كل حاجة شوية وعلى بالي مموليداتكم احا تعجبهم انا نقولكم لا جربتوها شاركوني تطبيقاتكم وحبيت نقولكم في صندوق الوسط تلقو ممتانيك انقراتا وصفة قراتا تعتليتليك وتشاركتو معاكم تدربوه بزاف بزاف بنين نخلي لكم باش تشاركوني تطبيقاتكم تلقو تانيك حسابي على الانستغرام وما تنسونيش بالجام والبارتاج ولكنت اول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تفعلوا الجارس اكليكي وعلى الكلوش حكذا باش يوصلوكم كامل لغويسات جديد ليراني نحطهم معاكم نقولكم تلوا بزاف بزاف في روحكم تلاقو في وصفة جديدة توجو وصفة بنينة سهلة اقتصادية لما تحكمش الوقت تانيك مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر